مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية منطقة دقمصة التابعة إلى قضاء إرحاب تعتبر من المناطق ذات الازدحام السكاني وأيضا على مقربة من منطقة إرحاب والقرى ما يسمى بمغاريب محافظة المفرق المشكلة الرئيسية التي تؤرق راحة المواطنين والمستمرة وهي النقص الحاد في توفير مياه الشرب للمواطنين وأيضا نسبة الفاقد التي أصبحت طبعا مياه تجري في الشوارع علما بأن أحد الآبار الذي يغذي هذه المناطق هو موجود في منطقة دقمصة لمزيد من القاضو نلتقي مع عدد من المواطنين وعلى رأسهم الشيخ محمد كريم زيود وهو الذي يقضن ضمن هذه المنطقة الرئيسية في منطقة دقمصة أسعد الله صباحك سيدي صباحك أمي تعالى وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أهلا وسهلا بكادر الحقيقة الدولية ونراحب فيكم بهذه المنطقة الجميلة وإحنا أنتم دائما سباقين لتلمس حاجيات المواطنين إحنا من سكان قضاء الرحاب المنطقة الغربية إحنا نعاني من غرب الرحاب حتى هوشان نعاني من ضعف المياه حيث إنها تم تمديد شبكة المياه عام 1971 وهي محترية جدا 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 يعني نعاني بالصيف أشد المعاناة من العطش وأكثر البيوت تقعد أسبوعين وثلاثة وأربعة وأحيانا إخواننا المسؤولين العلمية ما قصروا بيجوا بيعملوا مثل ما تقول بيقطعوا عن ناس ويعطوا ناس حتى يعني بعد أسبوع أو أسبوعين تأتي شربوا الناس وهذا الشيء راجعت فيه أنا مدير قضاء الرحاب سابقا ركان القاضي ولي قبله وعطوفت المحافظ وكتبوا كتب للسلطة وما قصروا واجت منظمة العام وحكوا وقالوا أنه إحنا أدرجنا الدقمسة وفي مشاريع ثانية على أنه تغيير شبكة وللأسف أنا سألت قبل كم من يوم أنه المنظمة راحت وما صار شي جديد على الوضع خالص عن خالص أنا أناشد معالي وزير المياه السيد علي الغزاوي أنا أشدوا بكل قوة أنه بيعملوا دراسة لهذه المنطقة لتغيير الشبكة وتزويد الناس بالمياه حيث مقبل علينا الصيف والصيف أنتوا عارفينوا قاتل بدوا مياه والناس اليوم ما فيه ضاء أبار مثل قبل الأبار للشرب أبار جمع ارتوازي ولا إشي إلا محتمدين على الله وعلى الخطوط المياه اللي تزودنا بها وزارة المياه إحنا موجودين فيها أعطال كثيرة بالمنطقة وتقعد شهر وثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة أشهر ما تصلح وأنا خاطبت وحكيت مع مدير القضاء ورايح أكتب عريضة باسم أهالي المنطقة ورايح أعطيها مدير قضاء إرحاب السيد حسين العمري لأنه رجل متعاون وما قصر في سبيل تجديد الشبكات المهترية وعلى رأسها شبكة بلدة الدقمسة أنا حكيت أو اكترحت لأخواننا المسؤولين بالسلطة المياه على أنه اعملوا كل قضاء فيه إدارة مكتب وفيه سيارة الحام فيه موظفين على أساس أنه إحنا بتقعد أحيانا شهرين وثلاثة تيجي سيارة الحام لنفس الموقع بيقولوا بكرة منرجع وتروح شهرين وثلاثة للأسف يقول لك ما فيه موظفين والمحافظة المفرق هي أكبر من جمهورية لبنان والله أعينهم أنا بهذا الحكي لكن أنا أناشد وزير المياه معالي الأستاذ علي الغزاوي على إنشاء بكل قضاء أو لواء مكتب خدمات للمياه وشكراً شكراً يا سيد على يا سيد لو تعرفنا عن المفسي محمود كريم حسعود الجون لو تحكينا شو مشكلة المياه يعني الرئيسية خطوط تالفة عم خطوط تالفة والمياه ضيع منها إذا يشغلوا عليك ساعتين من الساعتين ساعة تروح هدر هدر بالشوارع بالشوارع وما فيه جدوى ما فيه ما فيه شكراً سين تعرفنا عن نفسك فاهد عبد الكريم حسعود الجون نعم الشبكة عندنا في البلد وعدة القرى مهترية ومن الواحد السبعين زي ما تفضل أبو علي ودين التناشد تقول للمسؤولين يقول لك أن يطال عليك أسواء الله في الوراء ودرب الضيخ هذا اللي نعاني منه شكراً يا سيد عرفنا عن نفسك عيد محمد حمد الزيوت شكراً لديك مستقضاء إرحاب سيدي نثني على كلام الشيخ والأخوان بالنسبة للمياه المياه طبعاً الفاقد أكثر من اللي يوصل للناس وحتى بكل المملكة هيك الشغلة الثانية فيه عندنا مدرسة البنات اللي هي المختلطة هاي اللي بدها صفوف إضافة صفوف لأنه الصف السابع والمعلمات بنفس القاعة الغرفة وهذا الشغلة ما مات يعني الصف السابع يعتبر صف الوسط للتوجيهي البنات مع المعلمات بنفس القاعة بنفس القاعة وفيه أكثر من كتاب وجوز الشيخ معهم خبر أكثر من كتاب الرفع لوزارة التربية عشان بناء الغرف الصفية الحديثة ولغاية الآن ما صار أي شيء جديد ونشكر الحقيقة طبعاً لأنها هي جوب الأردن وخاصة الأسرة العفيفة يعني الصحيح أنها مطلعة وفادتهم كثير شكراً لكم عرفنا عن نفسك عبدالله سليم السعود الزيود مواطن مسكان قرية الدقمسة حقيقة هاي المية عندنا مشكلة من فترة طويلة جداً نعاني منها خاصة بفترة أيام الصيف الصيف حقيقة ما نلقى لشرب مي يعني مو يعني بس بدنا نتحدث هذا فعلي عرض الواقع يعني صرنا نردع نردع زي أيام قبل نرد ونجيب مي بس بالسيارات طبعاً نرد مش على وهذا الموضوع يعني صراحة نطلب من وزير المية أنه يساعدنا بهذا الموضوع لأنه حقيقة أثر علينا يعني أثر الواقع صار يشتري مرات تنكات مية يعني ما يشترع والمية فيه كثير تالف الشبكات وتعبانة جداً يعني نمر بالشوارع نلقى شوارع مليانة مية ودورنا ما بيها مية هاي مشكلة جداً عاني منها يعني إذا المشاهدي فضائية الحقيقة الدولية منطقة الدقمسة المشاكل الرئيسية والتي تؤرق راحة المواطنين باستمرار هي نقص المياه الحاد وهدر المياه الذي يذهب إلى الشوارع الرئيسية في هذه المنطقة وأيضاً المدارس أو المدرسة الرئيسية مدرسة ثانوية للبنات المختلطة 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 وهي ذات بنية تحتية سيئة جداً وبحاجة إلى صفوف وبحاجة إلى عمران من قبل الجهات المعنية هذه ملاحظات المواطنين أمام معالي وزير المياه ومعالي وزير التربية للحقيقة الدولية منطقة الدقمسة حسين عليمات ترجمة نانسي قنقر